الحديدة اتفاق من أجل تمكين سيطرة ميليشيا الحوثي أم لاختبار صبر المقاومة والجيش الوطني وامتهان المواطن الذي لم تنتهي معاناته بالاتفاق بل تفاقمت مع تزايد خروقات الحوثيين وتوقف العمليات العسكرية لقوات الشرعية حصاد الألغام الحوثية مستمر ويفتك بالمدنيين حيث استشهد ثلاثة مدنيين بينهم امرأة بعد انفجار لغم أرضي أثناء مرورهم على مدن دراجة نارية في مديرية التحيطة جنوبية المدينة هذه الحادثة واحدة من صور الموت التي يواجهها المدنيون جراء زرع الميليشيا للألغام في معظم المناطق التي أحكمت فيها قوات الجيش سيطرتها الميدانية من خلف أستار الهدنة والاتفاق الأممي يوزع الحوثيون المدنيين بين قتل وجرحة ومن لم توقفوا الألغام اعترضت رصاص القناصة المنتشرين في جبهات عدة بالمدينة ففي مديرية حيث أودت رصاصة قناص حوثي بحياة مدني وهو عائد من سوق المدينة إلى منزله واستقبلت أسرته جثة هامدة بعد فشل محاولة إسعافه إلى المستشفى الميداني بالمديرية قصف حوثي مستمر على مساكن المدنيين تتزامن معه موجات نزوح للأهالي هربا من بطش الميليشيا إلى مصير مجهول ومعاناة أخرى عشرات الأسر تركت منازلها ونزحت إلى منطقة الحيمة التابعة لمديرية الخوقة لم يضع اتفاق الحديد الأممي أي حد لمعاناة المدنيين ولم يمثل أي ذغوطات على ميليشيا الحوثي التي أجبرت الأهالي على مغادرة قراهم ومنازلهم ومفارقة ذكرياتهم كرها لا يدري بعضهم إلى أين يشد رحاله مصير مجهول للنجاح من بطش الميليشيا ولو إلى العراء أو إلى مخيمات تفتقر لأدنى متطلبات الحياة الكريمة ترجمة نانسي قنقر